يا الله 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 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صلى على محمد وآل محمد وعجل فرجهم كان الكلام في نقل الروايات بغير اللفظ الذي وردت به أعزائي هذه من أهم الأمراض الذي ابتليت بها نصوصنا الروائية على مختلف الاتجاهات سواء كان على مستوى التفسير أو على مستوى العقيدة أو على مستوى الأخلاق أو على مستوى التأريخ أو على مستوى القصص أو على مستوى الأحداث التأريخية أو على مستوى الفقه بأبوابه المتعددة أن النصوص الموجودة بأيدينا قلنا كما عبر العلام المجلسي أنه من المعلوم أن الصحابة والأصحاب لم يكونوا يكتبون ما يسمعون إلا بعد ذلك وبطبيعة الحال يقينا أن ما يكتبونه ونقل إلينا يقينا لم تكن بالألفاظ التي سمعها من المعصوم إلا نادرا بالطريقة التي أشرنا إليها تفصيلا فيما سبق وبينا آثار النقل باللفظ ما هي الآثار المترتبة والنقل بغير اللفظ ما هي الآثار المترتبة ثم أشرنا إلى الحالة الثالثة وهي ما لو شككنا أن اللفظ منقول باللفظ أو بغير اللفظ ماذا يقول مشهور علماء الإمامية وماذا نقول نحن حيث أن الظاهر منهم ارتكازا ولم صرحوا أنه منقول باللفظ لأنهم يتعاملون مع النصوص تعامل منقول باللفظ ونحن قلنا العكس هو الصحيح وهو أنه الأصل أنه منقول بغير اللافظ إلا إذا دل دليل على الخلاف البحث الرابع تقدم إلى الآن أبحاث ثلاثة في هذا العنوان البحث الرابع وهو ما هي أهم نتائج النقل بغير اللفظ الذي ورد به النص يعني ما هي المخاطر التي وقعنا فيها ما هي المطبات التي وقعنا فيها بسبب النقل بغير ماذا بغير اللفظ ولكنه قبل أن أدخل في هذا البحث الرابع أعزائي جاءتني بعض التساؤلات من بعض الإخوة الأعزاء ليحضرون البحث قالوا هذه نتيجته أنه أنت تريد أن تقول إذن لا يعتمد على الرواية لا أعزائي هذا كلام لم أقله ولم يخطر في ذهني ولا أسمح لأحد أن يقول ذلك وإنما كل همي في هذا البحث أن أبين الدور الرواية في قبال القرآن لأنه مع الأسف الشديد في كثير من مواقعنا العلمية أعطي للرواية دور يقيم على القرآن يعني أن المصطرة شنو هي الضابط الرواية تقول للقرآن يقول لي الشيء من القرآن الشي يقول الآية الرواية الشي يقول أريد أن أرجع الرواية إلى دورها الذي جعله أهل البيت للرواية ماذا جعلوا دورها مولانا ها التفتوا جيدا أولا جعلوها أصغر في قبال أكبر هذه نصوص متواترا من علماء المسلمين شيعة وسنة هذه قضية أحدهما أكبر من الآخر تراهي مو مالتنا هذه ولعله في نصوصهم أصح مما في نصوصهم لعله عشرات الموارد الصحيحة التي ينقلها في مستدل أحمد بن حم يقول أحدهما أكبر من الآخر فإذن أنت في قبال المقايسة في حديث الثقلين أنت لا تعيش حالا متوازية عرضية وإنما تعيش حالة جنو حالة أكبر وأصغر نعم هذا من حقك البعض يثقل عليه أن يقول أصغر مولانا خلبي نسميها أكبر وكبير مو مشكلة هذه كما في أول وصية سيد القميني قدس الله نفسه ثقيل عليه يقول شنو أصغر يقول الأكبر وال كبير هذه 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 حالة نفسية هذه وإلا ما مرتبطة بالنص نعم هناك بحث أنه ماذا يراد من الأكبر والأصغر ذاك بحث آخر ولكن المهم بنحو القضية المهملة أنه أحدهما في عرض أو أحدهما في طول أكبر وأصغر بعضهم ممكن أن تجعلهما إذن الثقلان مو أحدهما في عرضه فضلا أن يكون تكون الرواية ماذا ها قيم على القرآن هذا أول ومن هنا جاءت روايات متواترة اللي لم تكن متواترة اللي ما أقبل متواتر عن التواتر هوية مو ثابت عندي هوية 98% يقولون تواتر متواتر عزيزي جمع قرائن هذه تواتر إن أكون إلا نادر النادر النادر التفتول يا عزيزي إن لم تكن متواترة بالأصطلاح فلا أقل مستفيضة إن لم تكن كذلك فلا أقل مجموعة من الروايات الصحيحة أهل البيت بيّنوا الأكبرية والأصغرية قال اعرضوا كلامنا على كتاب ربنا كل شيء مردود إلى كتاب الله إذن أنا لست بصدد لا سمح الله قد ينتزع أحد هذا الانتزاع أنه بصدد إلغاء دور الرواية لا لا أبدا أنا أريد أن أعطي للرواية الدورة الذي بيّنه لنا ماذا الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام هذا أولا وثانيا أعزائي خلوا ذهنكم يمي وثانيا بعد أن اتضح أن الرواية بطبيعتها لها دور دون دور القرآن خلوا ذهنكم يمي ثبت العرش ثم نقش هذا المنقول إلي هو من يقول الإمام قال له هذا فهم منه فهم الراوي لأنه دين قل لي بالمعنى لو بالناص قلوا بالمعنى دين قل لي دين قل لي بعبارات المحدثين دين قل لي فهمه من الرواية قراءته من الرواية التي سمعها تلقيه دين قل لي مون لفظ الإمام نعم إذا ثبت لفظ الإمام ثبت لفظ المحصون كما اعتقدنا كما قلنا في حديث الثقلين كما قلنا في حديث الغدير كما قلنا في حديث المنجلة هذا أني كلها من قول ماذا من قول باللف نعم حلق إلى ما تستطيع في تعميق النص وبيان المراد من النص ولكنه في الأعم الأغلب بتصريح علماء الإمامية بتصريح علماء المسلمين هذا أني من قول إلينا بماذا بالمعنى إذن هذه مو ألفاظ الإمام هذا المعنى الذي فهمه ماذا فهمه الراوي بحسب إطاره الفكري والثقافي ومن هنا ومن هنا ورد رب حامل فقه إلى من هو أفقه ولذا أعزائي الإخوة إذا أرادوا أن يراجعوا هذا البحث أنا في موضعين طرحته بشكل واضح وصريح في كتابي الأول اسمه المنهج التفسيري في صفحة 36 هناك بإمكان الأعزاء أن يرجعوا إليه في صفحة من 35 إلى صفحة أعزائي 41 ست صفحات دور الحديث في تفسير القرآن وقد سمرتبط بالقرآن ولكنه بينتنا قلت بأنه دور الحديث له أدوار متعددة طبعا عفوا أن الحديث ما هو دوره بالنسبة إلى القرآن تجموعة نظرية النظرية الأولى التي لا تعترف بأي دور للنصوص الروائية ولعله هو الشعار المعروف من حسبنا كتاب الله النظرية الثانية نظرية محورية السنة ويراد بها تفسير القرآن بالروايات المأثورة فقط لا غير ولعل هؤلاء هم الذين أنكروا حجية ظواهر القرآن ولذا صرح بعضهم ارجعوا إليهم إليهم ارجعوا إليهم في الدرر النجفية شيخ يوسف صاحب الحدائق ارجعوا إليه هناك تفصيل هذا البحث عنده في درة من الدرر اللي الحمد لله أخيرا مطبوعا أربع مجلدات من الكتب المفيدة أعزائي درر النجفية هناك يقول يصرح بأنه أعلى من المحدثين كانوا يقولون حتى لا يحق لك أن تفسر قوله قل هو الله أحد أصنع شوه معنى لا أدري معنى لا أبدو تشوف شي يقول الإمام الصادق ويكون في علم الأعزاء أنه بحسب المتابعة والمراجعة الروايات الروايات الواردة في تفسير الآيات القرآنية من طرقنا أعم من الصحيح والضعيف والموضوع والغث والسمين وكله لم يفسر لنا من القرآن إلا ثلثه يكون في علمكم يعني إذا نهجنا هذا المنهج فثلثين القرآن لا بدش نسوي حتى لو صار منهجنا روائي لا بدش ماذا يكون ها يتعطل في العملية التفسيرية هذا المنهج الثاني أو النظرية الثانية النظرية الثالثة النظرية محورية القرآن والسنة معن ويراد بها اعتماد القرآن والروايات إلي هذا الذي يجعل الرواية في عرض ماذا ها القرآن الرابعة محورية القرآن ومدارية السنة أنا مصطلح عليها الأعزل إن شاء الله يراجعون هكذا سيتضح وأكثر دقة من ذلك ما أشرت إليه أخيرا في كتاب منطق فهم القرآن الأعزل اللي يردون يعرفون آراء النهائية في هذا الكتب الكتب الأخرى قد تكون مقبولة عندي ولكنه لا تمثل الرأي النهائي في صفحة من الجزء الرواية في العملية التفسيرية اللي أنا معبر عنها الدور التعليمي والدور التطبيقي والدور التوكيدي هناك بيّنت أدوارها إذن أعزائي هذه التهمة لا تلصقوا بنا بأنه أحنا لا نقبل الرواية في تفسير القرآن أو ليس للرواية دور في فهم القرآن لا ليس الأمر كذلك وإنما نريد أن نضع الرواية في موضعها المناسب أن لا تأخذ الرواية أكبر من الحجم ومن الدور الذي وضعه الأئمة ماذا للروايات الواردة عنهم في مختلف الأبواب جيد نرجع إلى البحث الرابع ما هي أهم المعطيات من أهم النتائج التي ترتبت أعزائي على النقل بغير اللافظ لأن تارة أن الراوي ينقل اللافظ إلي سواء كان السطر أو سطرين أو عشرة أو صفحة أو صفحتين أنا أعلم هذه ألفاظ الإمام أتعامل معها كما أتعامل مع النص القرآن لأنه أعتقد أن لأئمة سلام الله عليهم أوت جوامع الكلم طبعا على رأسهم سيد الأنبياء والمرسلين وبعد ذلك لأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام كل بحسبه أعطي هذا إذن ألفاظهم لها قيمة استثنائية لابد أن يتعامل معها تعامل استثنائية أيضا ولكنه إذا لم ينقل باللافظ ماذا يحصل هذه الظاهرة أعزائي ظاهرة عامة تشتد في الروايات الطويلة ثم شوية يقل اشتدادها في الروايات المتوسطة ثم أيضا توجد في الروايات القصيرة ثلاث تسطر أربع تسطر مرة الرواية من قبيل مولانا من كنت مولاه فهذا علي مولاه أصلا هي منظمة من من أوتي جوامع الكلم يصبح مرة واحدة يتردد أنت مني بمنزلة هارون من مسافة لذا لم يقع اختلاف أبدا لم يقع بين أحد من علماء المسلمين اختلاف أنه نقلها واحد متقدمة كلمة لماذا باعتبار أن النص هو بطبيعته من تسمع مرة واحدة جنو ها يحفظ شايفين بعض أرقام التليفون مولانا مرة واحدة تسمع تحفظ وبعض الأرقام مولانا تبقى ستة جنو مولانا تخلي بذينك هم تنسا طبيعي ها هذه الألفاظ واضحة بعض الروايات منص سطرين وثلاثة وأربعة وهو مدى ينقل إليك شنو باللفظ يعني ما كاتبها إذن عندما صار بناء المبارك هذا الراوي يكتب الناياها بعد يقدر يكتبها بالدقة حتى له النقل بالمعنى يستطيع كل هاي ترجمة بالمعنى الذي يريد له راح يلخصها إليك ها محالي يقدر إذا كانت الرواية عشرة أسطر أو سبعة أسطر هو همات من ينقلها بالمعنى ينقلها شكيت سبعة تسطر راح ينقلها بشكيت أربعة تسطر وهذه من هنا ظهر ملانة عندنا في الروايات التلخيص في المتون والله لأعز لو يكتبون مجلدين ثلاثة هماتين طبعا يجمعون الموارد هاليا هاي موجودة في الرواية وفي مكان وينقلوها عنه في مكان نفس هذه الرواية بنفس الألفاظ في مكان آخر ده تنقل ماذا ملخصة عشنو النتيجة مشكلة التلخيص في المتون هسا أقولكم مشكلة التلخيص أضرب لك مثال مثاليا من النصوص حتى تعرف مشكلة التلخيص في المتون الرواية تعالوا معنا إلى الكافي المجلد أعزائي السادس وين صار ملا هذا بال المجلد السادس صفحة خمسمية وثلاثة وخمس من الكافي طبع الدار الحديث الرواية عن مرازم قال سأل إسماعيل بن جابر أبا عبد الله فقال أصلحك الله إن علي نوافل كثير فكيف أصنع فقال اقضها فقال له إنها أكثر من ذلك ما أقدر قال اقضها عجيب وإحنا مملحقين على جنو إمامي يقول لي أقضي جنو النوافل جيد قال اقضها قلت لا أحصيها يا ابن رسول الله قال توخ شو جدت تقدر من جيد قال مرازم وكنت مرضت أربعة أشهر لم أتنفل فيها واجبات كنت مؤديهم بس مستحبات صلاة الليل غيرها إلى أمات قلت أصلحك الله وجعلت في ذاك مرضت أربعة أشهر لم أصلي نافلة فقال ليس عليك قضاء إذن الرواية أولا بحث هين خلوا ذهنكم أولا بحث في النوافل وثانيا مو في النوافل هذا يمن لي تارك النوافل تارك مرضا مو تارك اختيارا لأنه الأولى كانت اختيارا فالإمام قال لاشنو اقضها اقضها ثم توخ أما الثانية السائل سأل ماذا سأله عن نوافل فاتته في حال المرض في حال العذر اهناء اهناء الامام ماذا قال انظروا فقال ليس عليك قضاء ان المريض ليس كالصحيح يعني انا عندما قلت اقضي هناك اقضيها لمن منه لمن تركها اختيارا وكان صحيحا اخو اقضيها لان اما الان انت كنت معذور التفت جيدا الى القاعدة خلي ذهنك عليه التفت القاعدة كل ما غلب الله عليه فالله اولى بالعذر فيه واضح القاعدة اللي اشار اليها الامام واضح وين مرتبطة لا اقل تطبيق على وين على المستحبات مو مطلقا هاي وين ورد الرواية في اصول الكاف في صفحة خمسمية واربعة وخمس يعني بعبارة اخرى كتاب الصلاة باب تقديم النوافل الرواية الرابعة خمسة الاف وخمسمية وتسعة وثمانية تعالوا الى نفس اصول الكاف اعزائي الرواية نفس الرواية اعزائي عن مرازم ونفس القاعدة سألت ابا عبدالله عن المريض لا يقدر على الصلاة قال فقال كل ما غلب الله علي فالله اولى بالعذر يعني اكو قضاء لو ماكو قضاء اذا فاتت صلاتك الواجبة اكو لو ماكو لا اغايون اجو حارو هذي شلون مالوين شون نجمع بيناتين الى اقل اهنانا مرازم ملانا هسا اما مرازم اما اللي كتبها عن مرازم تصور القضية واضحة فلخص المتن الك كانت هناك ثمان تسطور صارت هنا نجمع سطر ولذا واقعا العزل اللي يردون يدورون رسائل يكتبون في الماجستيرا عزائي هاي خوش رسال روحوا القوا الروايات اللي ظاهرها التعارض ووقعها شنو تلخيص المتون شوفوا اصلا فادفقه اخر رح يصير عدل والشاهد على ذلك انه الصدوق هاي الكافي الصدوق من اجل الى الرواية لخصها مرازم بس لخصه بتعبيرنا عدل مو لخصة بهذه الطريقة تعالوا معنا الى من لا يحضره الفقيه الجزء الاول اعزائي صفحة ثلاثمائة وستعاش الرواية طبعا في رقم الرواية الف واربعمائة واربعة وثلاثين في قضاء صلاة الليل الرواية عن مرازم انه قال كنت مرضت اربعة اشهر لم اصلي نافلة صدر الحديث الصار انحذف احنان ولكنه ها ذيل موجود اللي بان بمشكل لم اصلي نافلة فيها فقلت لابي عبدالله اني مرضت اربعة اشهر لم اصلي نافلة فقال ليس عليك قضاء ان المريض ليس كالصحيح كل ما غلب الله عليه فالله او لا بالعذر فيه هسا واحد يقول لي سيدنا من يند تقول هاي رواية واحدة القاعدة بذيلها موجودة في كل لم اصلي لم اصلي كل ما غلب الله عليه هسا تقول لي سيدنا احتمال اقوم انا ما استبعد ان احتمالا ولو واحد بالالف ولو عشر بالمليون انه رواية اخرى ولكن طبيعة الامور الراوي واحد المروي عننا واحد القاعدة واحدة الالفاظ واحدة خب بحسب نظرية الاحتمال متعدد الرواية لواحدة قريبة انكم تكون واحد لا اقل عند ذلك بعد يرتفع التعارض بين الروايات التي قالت قضاء والروايات التي قالت ماذا لا قضاء لنذيك قالت كل ما غلب عليه فاتني صلاة قال بان الله اولى بالعذر اذن لا قضاء فتعارض الروايات التي دلت على ماذا على وجوب القضاء هذا مثال عزائي المثال الثاني المثال الثاني في الكافي المجلد الثامن صفحة اربعمائة وسبعة وعشرين الرواية عن ابي عبد الله الصادق الرواية ايضا الراوي واحد مو رواية متعددين الرواية واحدة عن ابي عبد الله الصادق قال لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان ولا يتلذذ به ولا بريح طيبة اللي بعد صارت الروائح من شنو ها من محرمات الاحرام ثمن ابتلي بشيء من ذلك فليتصدق بقدر ما صنعا قدر سعته اي الرواية واحد موجودة موجودة في الكافي تعالوا معنا اعزائي الشيخ رحمة الله تعالى عليه في المجلد الخامس من التهذيب ينقل رواية ثانية اللي هي نف رواية عن بشير عن جعفر بن بشير عن اسماعيل عن ابي عبد الله قال سألته عن السعوط هذا اللي يضعوه في الانف الان بعض يستعمل عن السعوط للمحرم وفيه طيب فقال جنو لا بأس هذه الرواية قالت كل شيء فيه رائحة اقرالك الرواية من رؤية قال لا يمس المحرم شيئا من الطيب اذا يشمل السعوط لو ما يشمل السعوط يشمل السعوط هذه هم مختصة بالسعوط اذا مقتضى القاعدة ما يشمل السعوط ها عام خاص تقول لا يجوز التلذذ بالريح الطيب الا اذا كان جنو سعوطا لان الامام قال فلا بأس ما ادري الواضح هذه ما بيع على القاعدة لانه ذاك عام قال كل شيء اهنا استثناء منه جنو السعوط قال لا بأس ولعل همتين بعض الفقهاء اذا يبقى مع هذه وتلقى يقول قاعدة يا رعاة المولانا خاص عام والخاص يقدم هذا على العام ولكن اعزائي هاي رواية اسماعيل هنا مختصرة جاي الرواية الصحيحة والمفصلة في مكان اخر اللي يقول بانه من قل للامام السعوط لا بأس به على شنو قال لي لا بأس به الرواية اعزائي ذيك موجودة في نعم في الاستبصار لشيخ الطوسي المجلد الثاني صفحة مئة وتسعة وسبعي الرواية عن اسماعيل ايضا الرواية هنا كانت ماذا عن اسماعيل عن اسماعيل عن ابي عبد الله الرواية وكانت عن اسماعيل ابن جابر وكانت عرضت له ريح في وجهه من علة من علة اصابته وهو محرم اذا مسكين كان شنو جابر اقول اسماعيل كان مريض ادى مشكلة اصابه ريح وهو شنو محرم فقلت لابي عبد الله ان الطبيب الذي يعالجني وصف لي سعوطا فيه مسكن قال لا باسم وفر رواية اهنى شنو صارت مولان قال سألته عن السعوط للمحرم فيه طيب قال لا باسم هناك شنو الطبيب واصف لمريض هس تقول لي اخر هذا هذا ناقلها اخر امانة ما عنده قل لا عزيزي هو ما ناقلها يجوز لانه عندك سبع وسائط الى ان مكتوب شنو الرواية لعله ملتفت الى القرائم لعله كان يتصور اساسا هذا المعنى مو من اهل الخبرة مو من اهل الاختصاص كونوا على ثقة احنا من عيش هاي الحالات اعزائي انه يسألك فيرشي قاعد فد واحد من عموم الناس عوام الناس يمك يقول انا اسمعت قل السيد ما بي اشكال يجي واحد يقول لك سيدنا انت قاعد ما بي اشكال بس اللي كان سائل شنو قاعد لي فلان شي فلان شي انا قاعد لي هذان ما بي اشكال ضمن هاي الشروط مو مطلقة بس هو سمع شنو ما بي اشكال ممكن هذا عزا لا تقول لي بانه سيدنا العدش راح يبقى من الرواية تقول لا هذه عقد العملية العملية تتعقد بمجرد شفت رواية هناك وشفت رواية هناك عرفت شون ولذا ولذا التفتول جيدا هذا الذي فعله الشيخ في تهذيب الاحكام الشيخ عموما واحدا من اهم الفذلكات والاعمال القيمة التي قام بها في كتابه تهذيب الاخبار في التهذيب هو انه حاول بقدر ما يمكن ذاك الزمان ما يمكن الان انت عندك مباشرة تخلي صعود ما اكو روايات صعود تطلع لك مباشرة تقدر تقارن بيناتهم ذاك الوقت بحسب ذهن او مذكرات الى اخر ولذا تجدون الشيخ قدس الله نفسه في التهذيب يقول بانه هذا اللي قال لا بأسه يقول فمحمول على الضرورة دون الاختيار تقول لهم من اين محمول على الضرورة دون الاختيار يقرأ لك هاي الرواية التي قرأ قال اصابه ريح وهو معرم الطبيب قال له الشيخ التفت اليه انه هذه مو الروايات الجمع بين العام وال خاص هذه اكو روايات شو تبين لك ولهذا قال فمحمول على حال الضرورة دون حال الاختيار يدل على ذلك ما رواه عن اسماعيل ابن جابر وكانت له ريح قد عرضت له ريح وهو مهل اش قد عندنا من هذه الموارد اعزائي خصوصا بعد هاي السع اللي الان عندنا الروايات اللي موجودة عندنا والان اريد افتح لك الافق كونوا على ثقة اعزائي كونوا على ثقة واحدة من اهمي واحدة من اهمي هاي اثنين واحدة من اهمي الطرق لمعرفة نصوص الروايات عندنا الرجوع الى نصوص اهل السنة تقول تقول ماذا العلاق الجواب اعزائي هذه ان شاء الله غدا اقف عندها وهي ان جملة من هؤلاء الرواة افتح عينك ما اقول جملة من هؤلاء الرواة اما كانوا من طلاب علماء السنة توضيحه يأتي والحمد لله رب العالمين يا ربنا يا ربنا اظهر لنا معالما بالمصطفى والمرتضى وابنيهما والفاطمة يا ربنا يا ربنا اظهر لنا معالما بالمصطفى والمرتضى وابنيهما والفاطمة اشتركوا في القناة